تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البرية يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات البقودة المزيد يطلعن عليه كاريم بيبرس مراسل التوليفيزيون المصرية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في المتابعة مستمرة لنقل أصورة من أمام بوابة نعبة الرفح المصرية هذه البوابة التي تدخل من خلالها المساعدات الإغاثية منذ بدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن هذه البوابة من الناحية المصرية ما زالت مفتوحة أما من الناحية الفلسطينية ومن الأماكن المحتلة في قطاع غزة على سبيل المثال فهذه البوابة الفلسطينية أغلقت وتم حرق بوابة نعبة الرفح الفلسطينية ولكن تدخل الشاحنات بشكل عام من البوابة الخلفية بتجهة إلى معبر كرم أبو سالم من أمام بوابة نعبة الرفح المصرية أما قوات الاحتلال فحتى أنها تعرقل دخول هذه الشاحنات وتمنع دخولها في بعض الأحيان من الناحية الأخرى من ناحية معبر كرم أبو سالم فعلى سبيل المثال اليوم دخلت فقط خمس شاحنات إلى الأشقاء الفلسطينيين ومن المفترض أن العدد الكافي للفلسطينيين في قطاع غزة أن يكون خمسمائة شاحنة يوميا خمس شاحنات فقط هم من دخلوا وأيضا بالإضافة لعدد من شاحنات الوقود شاحنات الوقود دخلت تقريبا عشرة شاحنات إلى الناحية الأخرى ولكن لا تدخل كل الشاحنات خرج منها بالفعل أو ما يدخل عبر كرم أبو سالم حتى هذه اللحظة وخمس شاحنات فقط من الوقود والباقي إما ينتظر لليوم التالي إما يعود أدرجه إلى البوابات المصرية شاحنات الوقود بشكل عام من الغاز أو حتى السولار أو البنزين تدخل لي يعني تلبية احتياجات الطاقة والمتشفيات داخل قطاع غزة لكن حتى المتشفيات خرجت عن الخدمة تماما بسبب نقص المستلزمات الطبية التي تدخل عبر الشاحنات الإغاثية وأيضا يعني خرجت بسبب عدم وجود الطاقة والغاز والبترول بشكل عام ما زالت هذه الإبادة الجمعية مستمرة في رفح الفلسطينية وقطاع غزة بشكل عام نستمع هنا من أمام البوابة للقصف المستمر للطيران الحربي والمدفعية الخاصة بقوات الاحتلال على الأماكن في قطاع غزة وهذه الأماكن كانت من قبل قد أعلنت أنها أماكن أمنة ولكن القصف ما زال مستمرا ويسمع من هنا أرجاء هذا القصف ولكن هذا لا يمنع استمرار تأهب الشاحنات والمجهودات المصرية المختلفة أمام بوابة رفح المصرية من أجل أن تدخل لنجلة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه هي صورة من أمام بوابة معبر رفح ولا نعود عليكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر